إيه بس دكتورك وبعض التصريبات تظهر وكأنها أو طلعت حقيقية بأنه عبالك أنه الشخص قاعد يمك ويسجلك موتا نصت نعم هي هأسة أمل هسأكو أجهزة هسأهمات نروع على المجالس أمانات لو شلون نعم مشكلة نعم عندما أنا تحدثت قلت أنه عندما يقعد بعض الساس شرف الخصومة في معادات ومحاربة الحكومة فبالتالي الذي يقوم بهذا الموضوع هو بكل تأكيد وقد تجرد من كل المثل والقيم والنواميس فيذهب إلى أن يقتني جهاز لربما أو اليوم أكو حقيقة يعني فلاش عبارة عن فلاش لكن هذا الفلاش هو جهاز تسجيل صغير جدا من الممكن أن يستخدم الشخص ولا يثير الشبه ولا يثير الشك فبالتالي أيضا يعني إحنا كما قلنا أنه عملية ترصين المكاتب والمؤسسات الخاصة بالحكومة وبالمسؤولين هي بكل تأكيد ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هذا السياسة التي يدز على مجموعة من المحللين ومن الإعلامين السياسيين بجلسة إعلامية أو ندوة أو أي شيء ماذا يفعل؟ يسلمون مبالاة هذا أصعب أو أضعف الإيمان مصحيح؟ يعني لا أكو مثل ما أنت قلت هذا سأكون فلاش حتى أكو كاميرات على شكل دقمة شوفي ستامل نحن هذا الموضوع موجود لكن أكو تقنية أنا مطلع عليها يعني وقديمة يمكن أن طلعت عليها بالألفين ومسطعش لأحد الشخصيات المهندسين في بغداد ومتخصص في هذا الموضوع ويقوم ببناء منظومات أمنية عالية الدقة هناك برامج من الممكن أن تقطع جميع الاتصالات داخل الغرفة يشغل مسؤول أكو برنامج يقطع جميع الاتصالات حتى تعال دخل بموبايلك ما عدي مشكلة بس موبايلك يتحول إلى يعني مثل ما نقول طابوقة عجاب يتحول حديدا لا قيمة لهم فبالتالي هناك مثل ما يعمل البعض على تطوير تقنياته أيضا الدفاع موجود يعني من الممكن أن يكون هناك برامج من الممكن أن يكون هناك أجهزة ومؤدات حديثة قادرة على أن تبطل ما لدى الآخر ما كو عندنا كل مشكلة دخل بموبايلك لكن أنا عندي تقنيات عالية جدا الموبايل أعتقد أن تقنيتك يعني باتت بسيطة جدا قبال تقنيات عالية قد حصلت في أمور كثيرة